الحديدة المحافظة المنكوبة بالحرب والنزوح والجوح والفقر والميليشيا تشهد نكبة إضافية جراء الأمطار والسيول الجارفة مواطنون لقوا حتفهم جراء الغرق في مياه السيول حسب ناشطين نجر صورا لعدد منهم جرفتهم السيول بالإضافة إلى مئات المنازل تدمرت بشكل كبير وأصبحت غير صالحة للسكن ومساحات زراعية واسعة تعرضت للتجريف جراء الفيضانات لا إحصائية رسمية حتى الآن عن حجم الخسائر لكن ما تعرضه المشاهد القادمة من هناك توحي أن الكارثة أكبر من السيعابها من قبل القوى المتقاصمة السيطرة على المحافظة خاصة مناطق سيطرة الميليشيا حسب المصادر المحلية فإن الأمطار التي استمرت لساعات طويلة على معظم المناطق التهامية تسببت بتدفق سيول هائلة أدت لتجريف المنازل والأراضي الزراعية الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة أكدت أن السيول ألحقت أضراراً بالغة في المخيمات ومساكن النازحين وممتلكاتهم إلى جانب تضرور البنية التحتية والمزارع كما دعت في بلاغ لها الشركاء المحليين والدوليين ورجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية إلى سرعة إغاثة المتضررين وصفة الوضع بالكارث والمحتاج لتدخل عاجل لمواجهة تداعيات وتقفيف معاناة النازحين المتضررين سيول الأمطار جرفت أيضاً ألغام مليشيا الحوث التي زرعتها في مناطق مختلفة مما يرفع درجة خطورتها بسبب انتشارها في المناطق السكنية جميع مديريات المحافظة بما فيها مدينة الحديدة مناطق منكوبة جراءت سيولة المستمرة منذ مساء الثلاثة ولا موادر حتى الآن لتحركات رسمية من أجل مواجهة هذه الكارثة الإنسانية مع إطلاق المواطنين في قرة هاما استغاثات متواصلة على وسائل التواصل لإنقاذهم وسط غياب تام للدفاع المدني وجهود الإنقاذ اشتركوا في القناة